اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي وعدد من الوزراء المعنيين بمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل وخلال اجتماع اخر مع رئيس الوزراء ووزير النقل ووجه الرئيس السيسي بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في ابتجاه توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر وتعميق التصنيع المحلية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيت وزير المالية والفريق كامل الوزير وزير النقل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطع النقل على مستوى الجمهورية حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على جهود صيانة شبكة الطرق القومية في ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال والتي أصفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري بما له من تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد والمواطنين بالإضافة إلى توفير الوقود والحد من التلوث البيئي وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس اطلع كذلك على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية بمختلف جوانبها والموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو ومستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا آخر مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل تضمن عرض مستجدات الجهود المكثفة الرامية إلى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص وهي الجهود التي وصلت إلى مرحل متقدمة في إطار توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطني حيث أوضح السيد وزير النقل أن مصر في طريقها لعدم استيراد عربات السكك الحديدية أو الأوتوبيسات من الخارج مرة أخرى حيث يتم تصنيعها في مصر بأياد مصرية وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في اتجاه توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الرائدة على مستوى العالم وتقليم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة في مصر وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا وتوفير العملة الأجنبية فضلا عن المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الانتاجية ترجمة نانسي قنقر